طيب هل كرة الشراب اللي هيك هتلعب في الشارع بتساعد على المهارة أكتر ولا الكرة الكبيرة؟ والله يعني حسب التعود حسب التعود بس هي يعني انت هتبتلي كرة شراب أخرك لازم هتلعب بكرة كبيرة؟ ما في ناس أحيانا يقولك أنا بلعب بكرة الشراب بلعب بجازمة كويتش في الكرة الكبيرة فيه جازمة باسترزات فتلاقيه في الأول كده حاجة غريبة بالنسبة لها بالزبط أي الإحساس بتاع الكرة ما بيجيش بسرعة غير الكرة شراب بس أنا بقى يعني إحنا أنا كملت في قصة الكرة الكبيرة دي وإنت بتلعب في الشارع إمتى وكان قدامك نادي هليوبلس كنت أضع في نادي هليوبلس؟ آه طبعا إمتى قلت إن أنا هخش ألعب في فرقة من الفرقة بتاعت نادي هليوبلس الناشئين؟ والله يا كابتن أنا قصتي بقى ابتدت مع الكرة وأنا في النادي في رمضان كل سنة دور رمضاني نادي هليوبلس بيعمل دور رمضاني آه سنتر كورت لا ما كانش لسه في ملعب الهندبول اللي هي موجودة دلوقتي بس كان التراب آه طبعا مش بقى زي دلوقتي ترتين ففي السنة دي جابوا فرقتين فرقة من النادي الأهلي وفرقة من النادي الزمالك وقال لك حنعمل ماتشين خماسي مع فرقتين من هليوبلس نعم أنا في الوقت دا كان عندي في زبط 15 سنة 15 سنة آه فالعبت آآ آآ اختاروني طبعا بالناس كانوا بتخانع عليها بقى في النادي من اللي هيخد نالعب معها المهم العبت مع فرقة ضد النادي الأهلي آه مين بقى اللي كان موجود بقى في النادي الأهلي كان إكرامي جون يا مصطفى يونس آه وانا 15 سنة سافروا تقدي لعبت معهم لعبت ضدهم لعبت ضدهم ضدهم آآ بقى بس عملت ماتش إيه بقى مش هقول لك بقى آآ طب بعد الماتش دا مين اللي شافك من المغربين آآ لأ اللي شافني كان بقى فرقة الزمالك اللي جاية تلعب برضو مع فرقة خماسي من هليوبلس كان كابتن حسن شحاتة آآ كان موجود وكان هشام عزمي آآ فاتفرجوا على الماتش وصلاح حسني كمان والشريف مذكور دول موجودين في النادي آآ لعبه يعني فاتفرجوا على الماتش وشافوا بقى الولد الصغير الزئر الدوان اللي عمال بقى يرقص ويشوت ويجيب جوان وفي العرض يعني مش هقول لك يعني قدام طبعا بقى الخمسة اللي أنا قلتلك عماليقة طب طبعا فبعد الماتش كابتن حسن جالي وكلمني والكابتن هشام عزمي لأن هشام كان صاحب بأخواك كبير من النادي برضو أنا معشام قعد في النادي على طول معنا بس وقالوا لي تيجي نادي الزمالك طبعا ما عرفش قلت له ماشي وما فيش أي مشكلة وانت بتلعب في الشارع كده كان ميولك أهلاوة لزملكاوة لا أهلاوي طبعا أهلاوي أي يعني لو نادي الزمالك كده كان نكلموك وروح تنادي الزمالك وانت هتروح نادي الزمالك ما حصل لا ما كنتش هروح ده حصل حصل إيه بقى دهنا الكابتن حسن حلمي الله يرحمه جاء النادي هليوبلس والكابتن زاكي عثمان كان مدير فني بتاع الفري الأول أيوة بتاع فريد الزمالك أه ولي هما الاتنين حسن حلمي زمورة أعدوا مع رئيس النادي عشان ياخدوا الاستغناء بتاعتي مين كان رئيس النادي كان سمير فاهمي أيبه أبو الوزير سامح فاهمي وهادي فاهمي مزبوط أه كان هو رئيس النادي رحمة الله عليه رحمة الله عليه فلما سألني قلت له كابتن جوهري زي ما انت قلت كده في المقدمة طبعا الله يرحمه وجلنا البيت قبل والدي وقال له عايزين خالد ويجي النادي الأهلي ومن هنا طبعا والدي الله يرحمه برضو شاه كابتن جوهري انت عارف كابتن جوهري يتحبي يعني يخش الألب رحمة الله عليه رحمة الله عليه طيب وانت بتلعب لعبت كم سنة في الناشئين في هليوبلس لعبت 14 سنة سنتين و16 سنة تحت 16 سنتين مين ما كانش فيه لعيبة معك راح تلعبت في هندية تانية ولا انت بس انا بس طيب لما جيه كابتن جوهري وقعد مع الوالد رحمة الله عليه رحمة الله عليه رحمة الله على كابتن جوهري وقال له احنا عاوزين خالد عندنا في النادي الأهلي ايه انت ساعتها فكرت في ايه والله يا كابتن انا فكرت ان النادي الأهلي طبعا حاجة كبيرة وشرف لأي حد ان هو يخشه انا يعني مفيش استمرارية ودرجة اولى انت رأي على حساب الناشئين بالزبط كت بالزبط ده كان الهدف ليه بقى كمان انا كنت في المسابقات وانا في اليوبلس تحت 14 وتحت 16 لما الاهلي والزمالك والاسماعيلي كانوا بيجوا بيلعبونا لا عارفين فيه واحد في نص الملعب في اليوبلس لازم يتنسك كنت بتتصاعت عليهم اه كنت بجيبك ويا لا يعني بنخسر ناد الأهلي يجي مثلا نخسر ثلاثة واحد انا اللي اجيب الجو نخسر ثلاثة اتنين انا اللي اجيب الجونين ازا مالك نتعادل ثلاثة اجيب ثلاثة اتنين انا اللي كنت انت عارف انا كنت بسطاد لجوان في الماتشات دي بالزات تحت 14 لجوان وصيارة وصيارة اللعب على لوب على لهم بقى تحت العرض والواحد رجليكو اخي مفتاري اخي مفتاري طيب اول يوم كابت جوري بعد ما قاعد مع الوالد وقال له خلاص احنا عايزين خالد النادي روحت النادي لأهل ازاي مش هتصدق يا كابت انا ما كنتش بطلع برا مصر الجديد انا ما عارفش النادي الأهل في ايه يعني هروح ازاي ما عارفش فوالدي قال لكابتون جوهر قال له ده يعني مش هيروح قال له انا هعدي اخده لمدة شهر اه عشان يتعرف كابتون جوهر يساجف في مصر الجديد ما نعرف كان جنبنا قال له اعدي اخده يتمرن وحرجعه لمدة شهر لغاية ما يحفظ السكن هو فعلا كابتون جوهر كان الله يرحمه الله يرحمه كان عنده العربية الفولكس العربية دي مفيش حد مركبش فيها البيتلز دي كان بيعدي اخدني هروح اتمرن معاه وانا لما روحت بقى كنت باتمرن مع فرقة الامل اللي هو كان مسك اللي كانت عاشي السنة كنت تحت 18 بس كنت باتمرن مع فرقة الزبط على طول من الاول فلقيت نفسي من هليوبلس مرة واحدة للعملية كان الواحد بيلعب كرة كهاوي لا روحت الائد بقى دخلت النادي الاهلي مين المدرب اللي قابلك في النادي الاهلي غيرك كابتون جوهري كابتون عواضين الله يرحمه كابتون عواضين طبعا وانت اول وهلة كده داخل فيها النادي الاهلي حسيت بايه حسيت ان انا داخل قلعة من قلعة مصر الرياضية يعني حاجة انا محسيتش في فرق بقى انا برضو جاي من نادي يعني نادي الهليوبلس انت عرف نادي اجتماعي محسيتش في فرق لا مستوى اجتماعي عالي جدا الناس محترمة جدا رغم ان كان فيه لعيبة كتير جدا في نادي الهليوبلس وبيطلع نادي الهليوبلس فيه لعيبة اه طبعا كتير بس هم مش متامين بالكورة بالذات لا يعني كان فيه علي زيور بس اللاعب انت عارف عليه الله يمسي بالخير وميدو طالع من ميدو لأ ميدو لأ مالعبش في النادي مالعبش في النادي لا لا مش في النادي الهليوبلس ده والده والده كان موجود في النادي اه بس ميدو لأ كان ناصر مذكور برضو ربنا ابن الكابتن حسين المذكور وعلي زيور وشريف كان اسمه شريف مش فاكر بقى برضو كان بيلعب راس حرب وصلاح حسني وكابتن صلاح وكابتن سامير زاهر رح مطلع ليه وكابتن سامير اه دي العصابة اللي هموندوا مع بعض بالزبط اه بالزبط دخلت غرفة البلابس بتاعت النادي الاهلي اي حاجة غريبة عليك اش كده اي طيب انت وانت جاي من نادي اليوبلس هلاص دخلت على نادي الاهلي والناس قلت لك ايه ده نادي اليوبلس ده ما فيهش كورة طيب ازاي يبقى لعيب زي ده يجي يلعب في النادي الاهلي مرة واحدة انت كان تعاملك مع اللعيبة الصغيرين نفسي انك كانت زي لا والله كانوا مرحبين بيا جدا واحتضنوني ودخلوني فوسط الفرق بسرعة يعني دي مش جديدة خير لا لا مش جديدة مبادئ النادي الاهلي والحاجات اللي احنا اتعلمناها في النادي ماشي على مر الاجيال كلها لا مش جديدة طبعا مش جديدة خالص احتضنوك ودخلتوا فوسط ودخلوني جوه الفرق وعلى اسد ان الواحد ما حسش ان هو لسه غريب